اشتركوا في القناة اول شي انا ممين خليني اعرف عن حالي دقيقتين انا رامو مصلي باشتغل بالويب ديفلوبنت صلي تقريبا ست سنين متخصصة بس بالموضوع الويب طبعا بعمل موبايل أبليكيشن وهايك بس اكتر شي مختصة بموضوع الويب رح نحكي طبعا هلأ بالتفاصيل ايش الويب ديفلوبنت ومين البرونت اند و ايش البرونت اند و ايش البرونت اند لما تسمعوا هؤلاء الكلمات واحد ايش لازم يعرف رح نحكيب كل هالتفاصيل رح اعمل شير للسكرين ونبلش نحكي بس قبل اذا في حدا حابب يشارك ليش حضر هاد الويبنار او اذا حابب يتعلم ايشي ليش خطار الويب ديفلوبنت ومختار ايشي ثاني بالبرمجة بحب اسمع منكن اذا في حدا حابب يحكي قبل ما نبلش بالويبنار تبعا في اي حدا حابب يشارك انا عملت ميوت للكل بس اذا في اي حدا حابب بيعمل بقدر يعمل ميوت لحاله ويقدر يحكي في حدا رح يحكي دايا بس استاذ محمد شفت انو بعتت انت رح تشارك رأيك تقدر تعمل ميوت وتقدر تحكي مرحلة يعطيكو العافية اهلا وسعلك موضوع تصميم الويب والمواقع يعني موضوع كبير جدا وموضوع حلو كتير كبان يعني له مجال عمل كبير بأي دولة بأي مكان ومستعبال الكرمال هيك انا حبت شارك بهالموضوع وبهالمجال اهلا وسعلك انت عندك اي فكرة بموضوع البرمجة ولا هدا اول مرة رح تحضر ويبنار اللو على قبل برمجة هلا اعمل انا دورات بس دورات صغيرة يعني عبارة عن ورشات تدريب ومن خلال دراسة في الجامعة كمان معلوماتي ومحاسدة يعني عندي اطلاع يعني بس انو اذا واحد يريدو اكتر يختص اكتر يريدو يعني يفوت اكتر من المجال حتى يقدر يتبكر من هيدا المجال اكيد طوان هلا بنحكي بالتفاصيل كله وفي حال عندك اي سؤال انا بشرفني انو قدر اجابك على سؤالك اعطيك الابس في اي حدا حابب بشارك قبل من بلش استاذ محمود حابب بشارك رح اعمل فضل استاذ محمود السلام عليكم ولكم السلام شكرا والله يزيك الخير على الجلسة والله يعني موضوع الويب يعني نحن موضوع قادمين نحن هلا المرحلة القادمة يعني كلها تقريبا رح تعتمد على موضوع الويب وعلى الانترنت وعلى التطبيقات فلذلك يعني من هال منطلق يعني حتى هلا عم نهتم نحن بالاولاد الصغار عم نريدو انو ايضا يتعلموا يعني قادمي المرحلة عشر سنوات ممكن قادمة كلها رح تكون موضوع تطبيقات لي ما بيعرف يعني رح يكون في شيء امية بهالموضوع هاد مثل موضوع الامحو امية يعني فمن هال منطلق يعني حبينا انو نشارك الجلسة انا عمل سابقا دورة هيك تدريب صغير لكن بصراحة ما استفدت كتير يعني حاولت انو هيك اعمل بلغة الواب بلغة الاتش دي مي ال و هالقصص هاي لكن ما ما يعني تقريبا صفر ما حسن تحصل شيء فبدي متابعة فمن هال منطلق هيك حبينا نحضر هالجلسة هاي ان شاء الله اليوم نحكي بمعرومات تفضل انا معلم يعني مدرس يعني بهيك موضوع تصميم مواقع اكترونية هالقصص هاي موضوع الاختبارات الاكترونية بتعرفي فصول افتراضية هالقصص هاي كلها ان شاء الله يعني تفيدنا وتخدمنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكبرك على ايدك منطلق مطلاقات جيدة ان شاء الله اهلا وسلام ان شاء الله في اي حدا حابب يشارك ولا نبلش ما في حدا حابب يشارك معناتا انا رح اعمل شير للسكرين اوكي هلا متل ما قلت اول شيء اول ما بلشنا نحن اليوم رح نحكي على البرمجة الوايب واخسامة الرئيسية يعني لما منسمع كلمة برمجة قبل اي شيء واحد دايما بيختله انه كلمة البرمجة هي عبارة رح تكون عن شيء العالم تقعد وتكتب واحد وصفر وتكتب شغلات كتير صعبة انا نفس الشي كنت افكر انا قبل ما قبلش اكون مبرمجة ويبكت افكر انه يا الله دول عالم بيكتبوا واحد وصفر البرمجة هي عبارة عن مجموع من التعليمات اللي بتحفظها وهي التعليمات اللي ما بتستخدمة بتقدر تبني اي شيء بالذكية هلا نحن اليوم رح نحكي على الفرونت انت والفولستاك لما بنحكي على موضوع الويب دايما في عالم بتحكي انه طيب انت مبرمج إلى mmm طيب انا مو لازم اعرف كل واحدة اشيه مشانا اعرف انه اختار اذا ادي اكون فرونت انت ولا باك انت طيب اول قريب اما بنسمع كلمة فرونت انت اشيه كلمة فرونت انت هي اي قسم بتشوفه بالموقع انت لما بتفتح جوجل دوت كوم لما بتفتح اي موقع على الجوجل كروم او اي متصفح عندك على الكمبيوتر بيتلع عندك الخرج المسيح اللي عليها الصفحة الرئيسية التطلع فيه بيطلع مجموعة من الأزرار من الوحدات اللي تقدر تكتب فيها أو أي شيء بتفاعل معه المستخدم يعني أنت لما دخلت على موقع جيميل عبتح إيميلك عبتح إيميلك عبتح إيميلك عبتح الزر التجيل للدخول طب هذا كله عبارة عن محل تفاعل أنت عبتح في محلات عبتح فيها إدخال هذا كله عبارة عن فرونتاين حتى هلأ بنفتح ويب سايت ما نشوفه سوا إذا فتحنا موقع جوجل يعني أنا اليوم لما فتحت موقع جوجل هذا الشيء اللي أرى قدامي هو الشيء اللي يسميه فرونتاين لأنه الشيء المستخدم لما يفتح الموقع بيشوفه المستخدم لما بيفتحه ويشوف هذا الشيء قدامه هو عبارة عن فرونتاين أنا فتحت موقع جوجل شفت في قدامي في صورة اللي هي لوجو جوجل في عبارة عن إيموت وفي اثنين زر يعني في اثنين بطلط محطوطين وفي تحت مجموعة من الأزرار هذا كله وحدات تفاعلية يعني أنا لما وحدات تفاعلية أش بأسود فيها أنا عبكبوس على الشيء عبستنى يجيني جواب من السيستم يعني لما بكتب على جوجل وعمل بحث فجوجل عب بيعمل مجموعة من التعليمات وعبرجع لي جواب اللي أنا عبنظره فهذا الشيء اللي عب شوفه قدامي كله عبارة عن فرونتاين طب أنا اليوم قررت أكون مبرمج فرونتاين طب من وين لازم أبليش إش هي لغات البرمج اللي لازم أنا أتعلمها مش نادر أنا أكون مبرمج فرونتاين إذا أنا شخص بدي قررت أصيل مبرمج لازم أعرف ثلاث لغات أساسية يعني في بعض إذا اخترنا اللغات غير برمجة الويب في بتقدر إذا تعلمت لغة تبلش بينما ببرمجة الويب وخصوصي بموضوع الفرونتاين لازم تعرف الـ HTML CSS والجابوسكريب طيب يعني أنا ما بحسب بعمل ويبسايت دو ما أتعلم هذول إيه لأن هذول الثلاثة بيشتغلوا مع بعض يعني إذا ما تعلمت هذول الثلاثة مع بعض ما فيكتبني أنت موقع طيب رح نحكي بكل وحدك على السريع وناخد مثال عليها لما منجي منحكي على الـ HTML طيب لما منحكي على الـ HTML أول شيء ما يعني HTML هي اختصار لكلمة بالإنجليزية Hypertext Markup Language بس هلا بالبرمجة في شيء لازم تعرفوه كتير منيح إنه البرمجة ماي عبارة عن واحد وصفر مثل حكي أنا البرمجة 90% لغة إنجليزية فالواحد كلما كانت لغة الإنجليزية عنده قوية كلما كانت قادر أكتر إنه يتعلم لحاله بالبرمجة يعني في كتير ناس بتلاقيها ما بتكون درسة برمجة وقررت بعمر معين تبلش موضوع البرمجة البرمجة ما لا علاقة بأي عمر ولا لا علاقة بأي موضوع دراسي البرمجة هي بس إنه واحد يكون يعرف يقرأ إنجليز وعنده قدرة إنه هو يتعلم ويجرد هلا بالنسبة لموضوع HTML HTML هي عبارة عن موضوع مجموعة كبيرة بسموها tag يعني لما أنا بجي بكتب مجموعة من التاغات منحفظونه ونكتبونه طب أنا إذا بدي أتعلم أكتب HTML بدي بردمج معين أو بدي أي شيء لازم أن أزله على كمبيوتري لا أبداً بقدر تستخدم أي من سميه النوتباد اللي بكون موجود على الكمبيوتر أول ما بتشتري الكمبيوتر بكون فيه نوتباد تقدر تفتحه وتكتبه هناك لأنه هي لغة قادرة إنه محركات البحث ومتصفحات Google Chrome وFirefox أو Internet Explorer أي برنامج بتستخدمه قادر إنه هو يفهم هدول التاغات ويفرجينها إياهم بالطريقة الصحيحة يعني إذا أخذنا مثال أنا هون كتبة H1 وكتبة نص بيقلبه وعملي تاثل تاغ اللي هو H1 وبشوف أنا هون عندي هذا هو قادرة هذا التكست اللي أنا كتبته كيف نتفسر كيف نتطلع بطريقة تاثل كبير HTML لما بيفتحه بأي بروزر حتى هلا أنا حبي نعمل مثال بسيط سوا هلا نحنا عم نحكي رح أفتح النوتباد تحديد دقية بس هلا النوتباد مو برنامج أكسترا أنا منزلته على الكمبيوتر أو أي شيء النوتباد مثل ما قالنا أنه هو برنامج بكون موجود من الكمبيوتر من الأساس فأنا إذا أريد أن أكتب أي شيء له علاقة بالHTML كتبت مثلا H1 أو هي كلها عبارة عن اختصار لكلمات إنجليش فأنا لما أكتب فيه يعني برنامج كتبت ويقوم برنامج وعملت تحديد دقية طبعا هاي مجموعة من التعليمات لازم واحد يحفظها طبعا أنا مع أول أروح أحفظ كل هؤلاء التعليمات وقت بدك تكون تشتغل بالمجموعة أساسية لازم تتعلمها بس طبعا ما مفروض تقعد تحفظهم تحفظهم يعني هنا مع التدريب وكل مرة لما بتعمل مواقع صير واحد بيتعلمهم أكتر طبعا في كتير مواقع بقدر برجح لكم إياها وهلا بكتبها بنأهم موقع W3Schools اللي بتقدروا تقروا كل التعليمات الموجودين بالHTML هلا أنا كتبت باراغراف كتير بسيط وعملت Save سميت الفائل webinar.html هلا أهم شيء الصيغة تبع الفائل يعني الفائل لازم يكون .html مشان لقدر البروزر يفهم أنه هدا فائل HTML فأنا لازم لما أعمل هذا الفائل أفهم أنه هاي لغة HTML طيب أنا رح أفتح هذا الفائل اللي عملنا له Save هلا سوا أنا بس كتبت P webinar فسرع صار ما طلعت كلمة P اللي كتبناها مشوية بالnotepad لماذا؟ لأنه Google Chrome لحاله بفهم أنه هاي لغة HTML ولازم يعرضها بهذه الطريقة طبعا إذا كتب H1 بيعرضها بطريقة أكبر لأنه H1 هي عبارة عن heading 1 يعني title يعني لما أنا بعمل ويبسايت معناتها هم في title في موضوع ما هم لازم أكتب عنه HTML مثلا هي اللغة اللي بقدر يفهم ويقوم بعمل Chrome أو أي بروزر بقدر نستخدمه طيب الـ HTML يعني لما أنا بدي أعمل موقع هي لما أفكر فيها كأنها تبني بناي أنا اليوم قررت أبني بناي لما أجيب أبني بناي ما أقول أنه أنا بدي أعمل الحيطان لأحمر وأحط هون التلفزيون وهون أعمل البراد وهايك لا أبدا أول شي بتقسم أنا رح أعمل هون طابق أول رح أعمل طابق تاني هون هون رح تكون في غرفة هون رح يكون في غرفة تانية أو المطبخ فبتعمل التأسيمات الأساسية الـ HTML هي هيك تعمل التأسيم الأساسي للموقع يعني أنا هون رح يكون فيه المينيو رح يكون فيه سلايدر أول ما بيدخلوا الناس على الموقع رح يكون فيه مجموعة من الـ أو مجموعة من الأزرار بتقسم الموقع طيب أنا إذا قررت أنه رح يكون السلايدر لونه أحمر أو النص اللي عندي لونه أخضر أو حبيت أعطي أي نوع من الـ هل بقدر أعمل هذا الشيء بالـ HTML لا لذلك نحن قلنا أنه فيه لغة ثانية للمواحد يتعلمها هي لغة CSS إذا رجعنا عم نطلع على اللغات اللي كنا عم نحكي عليها نحن قلنا أنه HTML طيب HTML فهمنا أنه هي اللغة الأساسية اللي إنه واحد يقدر يبني فيها البناء الأساسي إذا قلنا طيب CSS هي إيش بتساعدني؟ CSS هي بتساعد إنه واحد يقدر يبني الـ Style فإذا طلعنا هون لما كتبت H1 و Paragraph هاي كانت النتيجة اللي أخدت لما فتحت الفايل على أي متصفح عندي طيب CSS إيش بتعمل؟ CSS هي كمان عبارة عن مجموعة من خلينا نقول التعليمات اللي بتنكتب بلغة الإنجليزي لازم واحد يعرف طبعا مثلا إذا بده يغير لون النص لازم يستخدم كلمة color لما ده يغير الخلفية تبع النص كله لازم يستخدم كلمة background color كله عبارة عن مجموعة من التعليمات واحد يكتبه ويستخدم ويعمل الـ Style اللي بديه لذلك اسمه CSS يعني Cascading Style Sheet فيها كلمة Style يعني أنا بدي أعطي Style أنا عملت البناء وبنات الغرف صار وقت إنه قد أعطي الـ Style أنا هذا الحيث بدي يكون لونه أحمر بدي هذا النص يجي على اليمين يجي على اليسار فهلا إذا شفتوا بالHTML أنا بنيت H1 وكتب This is a heading طلع لونه أسود طلع مثل ما البروزر اللي حاله بيفهمه وقت بفتحه الـ Google Chrome بيفهمه بهذه الطريقة طب أنا بدي أعمل أغير اللون بدي أعمل لون أحمر فبقدر بقول Style color red لما أنا بعمل Style color red لحاله لما أكتب HTML و CSS أي متصفح بيفهم إنه هاي صار في CSS وأنا لازم أعمل اللون لونه أحمر وفيه طبعا متل ما قلت مجموعة من التعليمات font, weight, background, color كتير كتير في مجموعة من التعليمات متل ما قلت ما لكم مضطرين تحفظوها كله وريح أبعد هلا على الـ Chat موقع بيقدر يساعدكم ومتعرفوا أهم التعليمات الأساسية لإقدر واحد يبلج طب نحن بنينا الموقع الأساسي بنينا الواجهة تبعية الموقع خلينا نقول عملنا الـ Style وحطينا الوان بدنا إياها وقسمنا الموقع بطريقة اللي بدنا إياها طب هلا لما راح يجي الشخص ويكتب على الإكبوس على هذا البطن مو لازم يعمل أو يصير في أي تفاعل أو أي أكشن يصير طب هاي اللغة مين المسؤول عنها المسؤول عنها هي لغة الجاواسكريبت طب لغة الجاواسكريبت إيش بتغمل لغة الجاواسكريبت هي المسؤولة عن أي شيء تفاعل أو التعليمات يصير بالموقع أنا جيت هم بنات مثال كتير بسيط اللي هو عبارة عن آلة حاسبة عن أول رأم عبارة عن نص كتبته بالHTML هذا الشيء اللي تشوفوا قدامكم هو كله HTML و CSS طيب أنا لما بجي بكتب كلمة بكتب على زر multiply أو زر divide أنا بطلب من الحاسبة تعملي عملية ضرب عملية جمع على ملية اسمي أو أي عملية بديها ما راح تعمل هذا الشيء؟ أنا لما بكتب على البطن في مجموعة من التعليمات لازم تتنفس مثل إيش العمليات لازم تتنفس مثلا أنا بقل له أنه روح على الإنبوت الأول اللي مكتوب فيه 12 إذا العملية عبارة عن ضرب يضربه بالرقم الثاني وعطيني النتيجة فأنا هون كتبت مجموعة من التعليمات اللي عبستنا أنه تطلع كنتيجة وعرضة للمستخدم فجابا سكريبت هي المسؤولة عن قسم التفاعلي فإذا رجعنا عملنا هيك ملخص سريع للفرونت أند HTML CSS و جابا سكريبت اللي هي البناء الأساسي اللي أنت تستخدموا لتقدر تبني البناء الأساسي خلينا نقول للموقع CSS هو اللي يعطي style والروح للموقع فعلياً أنت تقدر تعطي ألوان تقدر تضبط style مثل ما أنت مطلوب منك التصميم جابا سكريبت هي المسؤولة عن التفاعلي طيب هذا القسم للفرونت أند قبل ما نروح للفرونت أند حدا عنده أي سؤال على الفرونت أند أو حيب بيستفسر أي شي عن الفرونت أند قبل ما ننتقل على قسم الفرونت أند إذا في أي حدا تقدر تكتبوا لي من التشات في حدا عبي سؤال فينا نبني موقع عن طريق الجابا فقط في العالم كثير بطلق بيت في جابا سكريبت وفي جابا اللي منستخدمه بموضوع الفرونت أند هي جابا سكريبت وهي مختلفة تماماً عن موضوع الجابا موضوع الجابا هو فقط للباكند وهلا رح تحكي بموضوع الجابا لما ندخل عموضوع الباكند في حدا عنده أي سؤال تاني؟ موضوع الباكند أنا رح أنتقل للباكند وفي حال أي حدا سأل سؤال سؤال نقدر نجاوب عليه بس نخلص موضوع الباكند طيب نحن حكينا هلا على الفرونت أند لما منجي منحكي على كلمة الباكند طيب من اسمك كلمة الباكند فيها قسم باك فيه قسم ما بشوفه المستخدم يعني المستخدم عندما يدخل أرى هذا موقع كتير حلو هذا موقع ما بفتحه فيه ألوان كتير هذا كله فرونت أند بس فيه كتير كتير من العمل اللي بصير بالباكند المستخدم أصلا ما بشوفه أبسط مثال لما أنت بتروح على بنك وبتقدم على كارت أو بتقدم على كريديت كارت أو بتقدم على اللي هون قررت تفتح حساب بباكند فيه مجموعة من التعليمات اللي كتير كبيرة أنت كل اللي بتشوفه هو عبارة بيسألك أنه دخل ID أو دخل رقمك وأنت بتدخل ID والرقم أنت هاي الواجهة اللي شفتها أنت بتعرف أن الباكند بيطلب منك ID بس أنت هذا اللي بتعرفه فيه كتير مجموعة من التعليمات والأعمال بتصير كتير كبيرة أنت ما بتشوفه أنت بيجيك الجواب النهائي اللي هو مثلا تم الرفض أو تم القبول طب الباكند هو البنية الأساسية اللي بتصير للموقع يعني أنا لما عببني موقع اليوم بدي الموقع يعمل مجموعة من التعليمات اللي كتير كبيرة أو اللي نسميه البزنس لوجيك يعني الأساس طبع البزنس اللي أنت تبني وطبع بكون موجود فيها اللي بسموها قاعدة البيانات أو رح تسمعوا كلمة داتا بيز كتير هي محل ما بيتم حفظ المعلومات وموضوع السكوريتي طبعا بيكون موجود بالباكند قسم كتير كبير لازم يكون مطبق بالباكند لأنه مثل ما قلنا الداتا بيز وقاعدة البيانات موجودة بي قسم الباكند طيب إيش يعني هات الحديث لما نحن 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 نحكي عن كلمة الباكند الآن بالفرونت انت لنا أنه في ثلاث لغات أساسية لازم واحد يتعلمها إذا ما تعلم هاللغات ما رح يحسن يقدر يشتغل كفرونت انت بس إذا باكند كمان في مجموعة من لغات لازم أتعلمها بالباكند ما لك مضطر تتعلم أكثر من لغة مع بعض يعني بتقدر تتعلم لغة واحدة وتكمل هلا مثل في من شوي أحدا شاركنا أنه بقدر أنا عمل موقع بس بي جابا جابا هي لغة باكند يعني أنت بتقدر تعملك الشي الأساسي اللي حكينا عليه اللي هو أنه أنت تبني القاعدة الأساسية للموقع بس كواجهات أنت لسه مضطر تتعلم موضوع الفرونت انت يعني الباكند بتساعدك بس كباكند بس أنت ما تقدر تبني اللي بيستخدام لغة جابا بالباكند في كتير كتير مجموع من اللغات بتقدر تستخدام هدول بس ماو الشرط أنه هو يتعلم لغة تانية اللي يقدر يبني باكند بيستخدام لغة واحدة فقط بيستخدام الباكند طيب أنا هذول اللغات استخدمتهم بس قاعدة البيانات لازم أتعلم شيء تاني مشان الـ Database لازم يكون في عندي فكرة تانية عن لغة تانية ايه لأنه لغات الـ Database تكون مختلفة لما أنت بتجيب تحكي على موضوع الـ Database في عندك Oracle في عندك MySQL في عندك Microsoft SQL Server طيب ايش يعني هذول هو عبارة عن سيرفر بكون فيه موجود المعلومات اللي أنت رح تحفظ معلومات البيانات أو الإدخال اللي أنت عندك إياها اللي نفرض نحن عم نحكي على سيستم مدرسة بالمدرسة في كتير معلومات تتسجل في أسماء الطلاب علامات الطلاب أسماء الأسات زي في كتير كتير معلومات هذول معلومات ما معقول أنا أكتبهم على ورقة كل مرة بيجي إستاذ أو كل مرة طالب بقدم فحص في عندي قاعدة بيانات عب تفمي يحفظ كل هالمعلومات والقاعدة البيانات هاي موجودة على سيرفر معين بمكان معين وأنا لما بدي أعمل أي نوع من الريبورت أو بدي أطالع تقرير معين مثلاً عدد الطلاب الناجحين في الصف الأول فأنا هاي لأستقدر أختمة بعد استخدم لغة الباكنت واللغات اللي هي إلنا قواعد البيانات يعني ده لازم أكون أنا مختارة قاعدة بيانات معينة بتم في حفظ مجموعة البيانات اللي أنا عندي إياها معلومات هالطلاب كلها لازم تنحفظ بـ data base معينة وقاءوا الباكنت هي اللي بتقدر تسألي هدول المعلومات يعني لما أنا باجي بقول عطيني تقرير بمجموعة الطلاب كلهم فالباكنت بيروح لقاعدة البيانات بتخاطب معه بلغة معينة بين الباكنت بتكتب مجموعة من التعليمات وبياخد مجموعة الطلاب الناجحين في السنة وبيرسلهم للفرونت انت فلما بيرسلهم للفرونت انت التعرض لك إياها بطريقة حلوة بتقليك أنه عدد الناجحين هالسنة هني الـ 15 عدد تعطيك تقرير كامل بس هي العملية بتصير كالتالي يعني إذا عملنا هيك تلخيص كامل انت دخلت اليوم على لوحة تحكم طلعت عندك واجهة كتير حلوة في مجموعة من التقارير قلت أنا بدي أشوف عدد الطلاب الناجحين هالسنة فأنت شفت واجهة التفاعل كتير حلوة شفت فرونت انت كتير حلو كبست على الزر اللي هو بيقول انه جنريت ريبورت أو عطيني الريبورت المعين أو كبست على هذا البطن هذا البطن أرسل تعليم للباكنت الباكنت جاءت تعليمي إنه في حدا بيطلب منك موضوع ريبورت للطلاب الباكنت عنده مجموعة من التعليمات نفز هالتعليمات وأرسل له الداتا بيس عنده الداتا بيس خرجت فكر فيها بطريقة كتير بسيطة عبارة عن أكسل موجود فيها مجموعة من الطلاب عمل فلتر من هنا الطلاب الناجحين طبعا على شروط وقواعد معينة طالع الطلاب المعينين رجعت الباكنت صار عنده مجموعة من طلاب المعينين وبعطتهم للفرونت انتعرض لهم بطريقة جدول أو بطريقة معينة في حدا حبيب يستفسر أو يسأل عن أي شيء هل هناك أسئلين؟ إيه أنس معلش إلا إذا في خطة معينة نحن نبدأ فيها بالHTML أول شي نبلش وبعدين ننطلق منها للجافس سلع إذا فيك خطة بآخر من الجلس تساعدنا لننطلق لوحدنا عن طريق مواطع أو أي شيء أكيد، سأتحدث بهذا التفصيل كيف يمكن أن يبدأ HTML و CSS سأتحدث بهذا التفصيل بسيط عن التفاصيل والمعينة 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 سأتحدث عن طريقة إذا أريد أن يبدأ ويكون التفاصيل من أين يجب أن يبدأ بأي مكان يجب أن يتعلم سأتحدث بهذا التفاصيل هناك موقع محدد يعلمنا أوامر هذه اللغة وكما HTML و CSS سأتحدث بهذا التفاصيل بمجموعة من المواقع التي تستطيع أن تساعدكم لأي لغة تابعة تتبع Python Python مثل ما نعرف هي عبارة عن open source لا يتابع للشركة بالنسبة لأي لغة هي تابعة لموضوع الbackend يعني تتحدد مع موضوع الbackend لأنه هي server side ما علاقة بالfrontend في حدا كمان حابب يشارك رأيه بالنسبة للـ SQL يعني هاي بتيجي جاهزة يعني بدنا نحن نعبي هي بتيجي جاهزة هي بيانات نحن نشتغل فيها لا نعطها مثال هنا أنت أصدق بموضوع البيانات هلا خليني أشرح لك شلون هي بتصير أول شي أنت لما أنت أصدق أنه معلومات الإدخال يعني معلومات الطلاب مين رح يدخلها أو هيك لا أصدق الحاضنة تبعية المعلومات يعني هي بتيجي جاهزة هي بتصير أنت بتنزل server معين مثلا لنفرض أنت تتعامل مع MySQL فلما بتنزل MySQL على الجهاز الكمبيوتر عندك أو على أي محل على أي server نزلته في مجموعة من رح تقسم قاعدة البيانات يعني أنت قاعدة البيانات رح يكون عندك جدول للطلاب جدول للأسات زي إذا عم نحكي على مثال المدرسة اللي أعطيتهم شوي جدول للعلامات فأنت بتقسم قاعدة البيانات حسب الحاجة تبعا للسيستم اللي أنت تبنيه يعني كان السيستم اللي أنت تبنيه بحاجة لكتير لجداول أكثر من مئة جدول بينما في أي سيستم ثاني يمكن عبارة عن جدولين وطريقة تعبئة هذه المعلومات أو هذه الداتا بهاي الجداول بتطمع عن طريق البيانات ما بتطمع عن طريق اليدوي لأنه ما معقول أنت كل طالب يأتي تركو يعني تكتبوه يدوياً بموضوع البيانات هذا كل وقت ما تكون وفرنا ولا عملنا أي شيء أوتوماتيك فهي الفكرة أنه تسهل وتساعد أي شركة أنه تنقل معلوماتها من اليدوي لموضوع أوتوماتيك يعني أنت في صيل لما بيجيك أي طالب مجرد يمكن تقرأ اسمه عن طريق ملف أكسل أو تقدر تقرأه عن أي طريق هو لحاله بيسجله بالداتا بيس فبتقدر مع أي وقت تعمل البيانات اللي بدك يعني نعم الآن بالنسبة لل فلستاك لما بنسمع كلمة فلستاك يعني في ناس بتقولك أنا فلستاك ديفلوبر أنا واحدة من الناس اللي هنا فلستاك ديفلوبر فلستاك ديفلوبر بيعملوا الاثنين يعني مسؤولين عن الوصول والباكد يعني عندما تروح أنت أحدا بتقوله أنا فلستاك ديفلوبر فهذا الشخص قدامك يتوقع منك أنه شخص قادر تبني له الوصول والألوان والتصميم والموقع كله كلمة تصميم يجب أن يركز ما لك مسؤول أنت عن تصميم الموقع ولكن أنت مسؤول عن تطبيق تصميم الموقع يمكن العميل أو الشخص اللي تعمل معه عنده تصميم كثير حلو طالب منك أنك تطبعه فأنت بتطلع عن تصميم وبتقدر تحوله لتحوله لتصميم بيقدر يفهمون المتصفح وطبعا الباكد هي اللغة اللي حكينا عليها قبل شوي أهلا أنا حاب أجاب كل أسلكون اللي سألتوني إياها قبل لأن هذول المواضيع الأساسية كنا عم تناقش فيها في حدا سألني شوي أنه رح أفتح موقع وعمل له الشير معكم وهو موقع عن جد كتير كتير مفيد واحد من أهم المواقع اللي بساعد كل الطلاب لأنه تتعلم وبنفس الوقت رح أعمل الشير ورح أبعدته للموقع من الشات من الزوم للكل هلا هذا الموقع اللي إلنا أنه هو W3 schools بتقدر تتعلم فيه كتير كتير لغات طبعا أنا في كتير لغات بتكون كتير كتير ومعقدة أكتر فهم بيعلمك البدايات فقط بعلمك البدايات بس أهم شي بالبرمجة ما بس واحد يقعد ويقرأ يعني بيتعلم الشغلات الأساسية أكيد بس لازم يقعد ويحاول لحاله يجرب إذا ما جربت حالك بالبرمجة مستحيل تتعلم بغير طريقة يعني مثلا أنا لما بدخل على هذا الموقع بقالي فيه قسم لتعلم HTML إذا أنا دخلت عليه فيه أمثلة لكل التاجات وبتقدر فورا حتى تجربهم أونلاين يعني في عندهم بطن لما بكوسع عليه بقدر أنا هون لما بكتب أو بغير أي شي فورا بشوف النتيجة يعني هون محطوط أنا هون رح أكتب مثلا راما وبعمل له ران بقدر بقدر بشوف النتيجة فورا فهذا بعلمني أنا أقدر أتعلم HTML بطريقة سهلة وطبعا بنفس الشي عندهم CSS إذا انتبهتوا فوق فيه محطوط اللغات اللي بتقدروا تتعلموا هون في HTML في CSS في JavaScript طبعا أنا نصيحتي إذا واحد قرر يكون يبدأ أول شي بالHTML والCSS قبل ما ينتقل لجابا سكريبت لأن الجابا سكريبت فيها شوية مجموعة من التعليمات اللي ما بتقدروا تنفزوه ليكونوا عندكم أفكار رئيسية بالبرج من جيد بالدى وقت ما أنه شي صعب أبدا أكيد واحد بقدر يتعلموا بس كفرنت انت أهم شي تكونوا متقنين للHTML والCSS هلا راح راح عاطي عشر دقايق إذا أي حدا عنده أي نقطة حابب يتناقش فيها أو يحكي فيها أو عنده أي سؤال حابب يسألنا يا أهلا وسلام أهلا وسلام أهلا وسلام بالنسبة للFront End والBack End هل يمكن يكونوا شخصيا كيف يمكن أن نسخوا مع بعض حتى يطلعوا بالموقع كامل والمبرمة الجاهز تمام هلأ سؤالة كثيرا حلو وهي واحدة من المشاكل اللي دايما العالم تسأل لأنه طب أنا بس بشتغل فرنت End بس الشخص اللي بتعامل معه هو باكنت شنون راح ننظم الشغل سوا بهذه الأمور بكون في طريقة عمل يعني بيتفقوا على طريقة عمل معينة لنفرض مثال المدرسة المصمم الفرنت End يقول أنا عندي واجهة فيها اسم الطالب كنية الطالب ورقم الطالب فمبرمج الBack End لما يبني السيستم يبني بها الأساس يبني الـ DataBase عنده أنه بتحتوي على ثلاث خانات اللي هي الاسم الكنية ورقم الطالب يعني بيتفقوا على سيستم معين ومبرمج الBack End بكون مسؤول عن وحدات الإدخال أو طريقة عرض هاي المعلومات بينما مبرمج الBack End مسؤول عن كل التعليمات اللي حتصير خلينا نقول بالطرف الBack End اللي ما رح يشوف الطالب فبكون في عملية تنسيق بيناتهم يتفقوا على طريقة عمل معينة أي قبل ما يبدو بأي موقع طالعوا لست بمجموعة الأعمال ومجموعة الشغلات والصفحات اللي رح تنعمل وعساس بلشو الشغل شكرا لك شكرا لك ولو اللي ما في دعي انك تتقن لتقدر تتعلم يعني تدخل الجامعة لانك تقدر تتقن البرمجة تقدر تتعلم لحالك بتقدر تتعلم أون لاين البرمجة بدي بس واحد يكون عنده صبر ويقدر يجرب كل يوم لحاله لانه في ناس بتجرب اول يوم بتقلك ما صار البرنامج وبتسكر وتمشي البرمجة رح يضل يطلع أخطاء رح يضل يطلع عنده مشاكل وواحد يواجهة بس لازم بس يصبر اللي قدر يتعلم البرمجة البرمجة أنا برأيي ما لا علاقة بالدراسة أبدا وواحد بيقدر يكون مبرمج ناجح دون ما يكون يلتحق لأي مدرسة ويتخرج أربع سنين ويدرس برمجة اللي قدر يكون شخص ناجح حتى كثير من الشركات الكبيرة صارت تقول وقت نحن بدنا نوظف أي حدا ما بدنا نوصفه يكون معه شهادة جامعية بدنا نطلع على المشاريع العاملة بتهمنا أكتر في سؤال تاني بتمنى أكون قدر السؤال الثاني كم أحتاج لوقت لتعلم تصميم موقع خاص بشكل كامل؟ سؤال كثير حلو لأنه شخص تستطيع أن تضع وقت لتتعلم هو النتيجة التافتة إذا أنت شخص تستطيع أن تضع بالأسبوع ساعتين فقط فأنا لا أستطيع الموقع سيأخذ معك أشهر أكيد بينما إذا أنت شخص كثير يريد أن تتعلم البرمجة وستطيع أن تضع باليوم خمس ساعة 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 ستطلع بنتيجة أسرع بوقت أسرع فإذا واحد حدت وقته الكامل بموضوع الموقع بيقدر يطالع موقعه حتى خلال أسبوعين فقط عفوا أنسي بالنسبة للتطبيق البرنامج اللي استخدمناه في البداية لندخل على برمجة HTML اللي هو التلم الكمبيوتر يعني ما منحتاج نحن برنامج أو شيء بالنسبة للغة الـ HTML والـ CSS والـ JavaScript ما لك بحاجة أبداً لأي لغات الـ web ما لك بحاجة لأي برنامج خاص تنزله إذا رحت على الجهاز الكمبيوتر إن كان Windows أو أي برنامج ثاني وبس دخلت على الـ Notepad 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 تقدر تكتب صيغة الـ HTML كله يعني حتى أنا هلأ هون إذا أخدت مثال اللي شفناه من هذا الموقع وأنا عملت له copy وحطيته بالـ Notepad وعملت له حفظته لهذا الملف بصيرة HTML أهم شي واحد يحفظه بصيرة HTML دقيقة أنا هون حفظته بصيرة مثلا سميت الملف HTML لما رح أجي أفتح الملف داية بس فتحت أنا هلأ الملف طلع عندي تماما النتيجة اللي كانت موجودة بالموقع فـ HTML ما في داعي تنزل أي برنامج تاني على كمبيوترك باستخدام أي Notepad بتقدر تبلش تشتغل HTML و CSS سؤال دكتورة بعد إذنك فضلي هلأ في حال أنا تعلمت لغة HTML و CSS وعرفت كيف ضبت موقع لألي مثلا فوقت لي هلأ بدي أجي أطبيق عملي وأعمل موقع لألي على النات هاد الموقع بنفس نفس اللغة الهوتميل و CSS التي تعلمتها ولا لا هناك برامج تاني حتى أحجز موقع النات وأعمل صفحة إليه هلأ البرمجة الويب ونشر الويب على الانلاين موضوع تاني بالنسبة لبرمجة الويب هي مثل ما قلنا HTML و CSS بتدري أنت تبني واجهات الموقع كاملة دون ما يتحتاج إلى أي شيء تاني بس طبعا إذا بدك الموقع يكون تفاعل يكون فيه عبارة عن فورم و العالم تعبي الفورم وتبعت لك تواصل معنا فهذا كل وقت مدطرة تتعلمي لغة ثالثة لكي تستطيع التحقيق هذا الفورم مثل ما حكينا جابا سكريبت أو لغة باكين كمان أنت بحاجة لا لا بينما بس إذا صفحات مثلا ما نحن وتواصل مع وما نحن وتعريف عن الشركة أو عن المنتج التي تعملها أو تعريف عن صفحتك فهذا تستطيع تبنيه بالHTML و CSS لا يوجد حاجة أنك تتعلمي لغات تانية بس بالنسبة لحجز الموقع هذا موضوع تاني لازم الموقع مثلا أنت إذا حبيت تأخذ الموقع لنفرض rama.com أو x.com هذا الموقع لازم تحجزي الاسم وتحجزي السيرفر في مجموعة كاملة من هذا الشغل كيف ترفع الموقع على تتعامليه أونلاين يعني هو بدو حجز يعني في مجاني أو لا في دفع مصاري للكير لا حسرا لازم يعني إذا بدك تشتري موقع .com أي اسم .com ما في مجاني مضطرة أنك تشتري تمام يعطيك العرفة نسم في حدا بعث لي أنه ما شفنا ما شفنا محرر النصوص أرجع عمل له شير هلأ بتقدروا تشوفوا محرر النصوص هون لما منقدر نكتب أي شي رح أعطي مثال تاني أنا كتبت مثلا تايتل رقم 3 كتبت تايتل 3 عملت له حفظ وجات فتحت الملف لما بفتح الملف بلاقي نحط تايتل بطريقة خط أصغر شوي لأنه المتصفح فهم أني تو هذا تايتل عنوانه رقم 3 ما بحطو بشكل كبير وعرضو بهاي الطريقة فأنتي بس بحاجة لمحرر النصوص أو نوت باد أو أي محلت تقدر تكتب في أي نص بالكمبيوتر وتسجله وتحفظه بصغر .html في أي حدا عنده أي سؤال أو حبيب شاركنا أي فكرة أو في حدا أستاذ أحمد شفت أنك حبيب تحكي أنا عملت تنميوت للميك عندك ممكن لك مقطع فيديو لشوف كيف تصميم التصميم والإنتباك أنا كنت رح أبعد استبيعان هلا عارف أنه إذا أو تكتبوا لي هون على الشات أي موضوع بيهمكن أكثر موضوع الموضوع المهتمين فيه أكثر أو موضوع الباك انت أو الفولستاك بشين يكون عندي فكرة بس عن الموضوع المهتمين فيه فاذا بتدرو تكتبولي عالتشات لانه الموضوع موضوع كتير ضخم وفيه كتير اقصى موحد يقدر يغطيه فاذا بتدرو تكتبولي عالتشات موضوع اي موضوع حابين تستفسروا عليه اكتر بل كيف نقدر نعمل جلسة تانية او شي فاذا بتبعتولي عالتشات بكونكتز في ناس بلش التكتب بتفضل انه الواحد يبلش من الفرونت للباكن ناخدهم بالترتيب تمام اذا بتقدرو تكتبولي كل عاب بيقول انه نبدأ درجة درجة اوكي كثير مبساطة انه اليوم قدرنا نحكي سوا ونكون سوا ونحكي على الاقسام الرئيسية حتى لو ما قدرنا نغطي كل شي لانه بتغطية كل شي هي اقسام كتير كبيرة وما رح نحسين نغطي كلها بس ان شاء الله منقدر نكون مرة مع بعض مرة تانية وشكرا كتير للكم كلكم شكرا كتير للرشد انه قدرت خلينا نكون سوا واذا ما حدا عنده اي سؤال بتشكركم كلكم ان شاء الله ان شاء الله بكم في جلسات تانية ومنقدر نحكي به اذا بقترح انه نبدأ بالاسخل ثلاثة اكيد ثلاثة ثلاثة يملكهم صعوبات وتناثة فيهم شغلات سهلة بس هل هناك دورات في تعلم هاذه اللغات راح نرد ان شاء الله عكل اسؤلتكم وان شاء الله منقدر نكون سوا ونتعلم لغات سوا اكتير جرفت فيكم كلكم شكرا كتير شكرا